من القاهرة معنا سيد عثمان المهدي القيادي بحزب الأمة السوداني والقيادي في قوة الحرية والتغيير مرحبا بك سيد عثمان في شهر يناير الماضي رفضت قوة الحرية والتغيير دعوة الحكومة المصرية لحضور ورشة في القاهرة بينما اليوم أعلنت عن أنها سوف تعقد اجتماعا في القاهرة لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان ما الذي تغير حتى الآن بين صفوف قيادات قوة الحرية والتغيير لنلمس هذا التحول في المواقف بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الواري الكريم شكرا لهذه الاستضافة أولا الاجتماع الذي عقد في الفترة الفائتة في القاهرة كان يضم بين جنباته قوة الحرية والتغيير الدمغراطي وهؤلاء معروفين بإنحياز ما التام للإنقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر بقيادة الرئيس البرهان وهم كانوا الأساس في دفع القوات المسلحة بإجهاد الحكم المدني وبالتالي السيطرة على مغاليد الحكم في السودان لذا حينما وجهت دعوة للحرية والتغيير أنا إذن رفضتها بحكم أن هؤلاء في نقطتين متباينات هؤلاء يدعون إلى الحرب ويدعون إلى استيلاء العسكر على السلطة وهؤلاء يدعون إلى الحكم المدني فكان لا يمكن على الإطلاق من الجمع بين هؤلاء وأولئك لذا احتضرت قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي عن قبول الدعوة أما الآن جرت تحت الجسر مياه كثيرة جدا أولها قيام الحرب ودور مصر المحوري والمفصل في هذا الأمر مصر نسبة لقربها الوجداني للسودانيين مصر لعلاغتها بكل القوى المتغاتلة مصر لأكثر الدول تأثرا بتداعيات الحرب الجارية في السودان لذا كانت الاستجابة من قوة الحرية والتغيير بأن تعقد هذا الاجتماع المهم في القاهرة لمناقشة عدد من الأجندة المطروحة ومن ضمنها الخروج بتوصيات تؤكد رفض الشعب السوداني التام ورفض قوة الحرية والتغيير لقيام الحرب في السودان